نشفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا منذل له ومن يبضل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله خير من دعا إلى الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التحريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطباً شباب هذه الأمة أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج يا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى العالم بأحوال خلقه وما يصلح له وما يصلحهم جعل الأصل في الإنسان أن يعيش في ضن نطاق إجتماعي معين وأن لا تكون حياته طبيعية أن لا تكون هذه الحياة طبيعية إلا إذا عاش في وسطٍ اجتماعيٍ صحيح فيه الأجداد والجدات والعمات والخالات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والجيران والأصدقاء والشركاء وغيرهم من الناس الإنسان مدنيٌ بطبعه أو اجتماعيٌ بطبعه كما يقولون ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الزواج هو أساس الحياة الاجتماعية في الإسلام فمنه تنشأ الوسر وتبنى عليه اللبنة الأولى التي يبنى عليها بعد ذلك المجتمع الأسرة التي هي الحصن الحصين التي إذا صلحت كان غالباً أبناء هذه الأسرة من الصالحين وإن فسدت كان الغالب أن أبناءها من الفاسدين ولهذا اعتنى الإسلام بالأسرة أيما اعتناء لأن عليها المعول الله سبحانه وتعالى commands us to save ourselves and our family members a severe punishment a fire that is fueled by rocks and people not to save ourselves alone but to save those whom الله سبحانه وتعالى has entrusted us with to save them from that penalty as well الله سبحانه وتعالى also told us in سورة النساء that الله سبحانه وتعالى created us from a single soul الله سبحانه وتعالى first created Adam but Adam could not be the humanity by himself he needed a mate so الله سبحانه وتعالى from him created Hawa his mate and from these two souls from these two people الله سبحانه وتعالى has spread a multitude of men and women and has established this concept of Arham that we have in our religion your closest relatives that are also a trust that الله سبحانه وتعالى will ask us in the day of judgment that is why brothers and sisters Islam has paid a lot of attention to forming families and to strengthening families and to make families functional so that they will produce for the society well mannered well educated and good members of the society that will advance the cause of this Ummah that will be a part of the righteousness of this Ummah part of the good efforts that will push this Ummah forward and not to bring the Ummah back and not to be living with their Ummah but their hearts and their minds are with the enemies of their own Ummah the family then brothers and sisters is the castle that الله سبحانه وتعالى has ordered us to establish and to strengthen its walls so that it will shield and it will protect its members from outside dangers imagine then the importance of that institution in a dangerous land like the one we are in نحن في أرض المسمع we are in a very dangerous society and those who do not recognize the dangers that they are living in and the dangers that their family members are subjected to are not a part of this reality they are dought they live somewhere else those who are aware of the dangers that do exist that threaten the very existence of each one of us Muslims that it is targeting our identity our belief system our morals our behavior everything that we have and it is a strong current it's not weak it needs to be faced and to protect ourselves from with strong institutions and that is why the role of the family is central it's very important normally those who come from good families that were established the right ways will be functional in the society and will be good Muslims and they will help advance the cause of Islam and those who come from bad families or dysfunctional families are those who are going to add to the misery of the Ummah they will become part of the problem instead of being part of the solution that is why brothers and sisters Islam paid a lot of attention to the family and to the family life Prophet ﷺ encouraged the young men and women to get married he said ayyuhash shabab all young men waiver can afford it let them get married and those who come up let them fast in order to protect their chastity and to lower their gaze it means that marriage is the solution for adultery is the solution for many social sicknesses that if are left and dealt with untreated will destroy the society we live in a society here unfortunately that has a lot of these social diseases has dysfunctional families hardly there are families actually that do exist only by name and if you look at the root cause for the society for the families to be like this you will find it is two things adultery number one that tells people that you do not have an honor do whatever you want that destroys the family second intoxicants drugs and alcohol that will make people away from their reality and live in an imaginary world and neglecting their actual reality that they live in and this is creeping into our families and our societies as well we are starting unfortunately we used to be proud of ourselves of our communities of our families we do not have homeless people in our community alhamdulillah we do not have alcoholics alhamdulillah we do not have drug addicts alhamdulillah crime is the lowest in our community alhamdulillah now we cannot say that anymore now we cannot say the same statements anymore and as the demographics of our community is changing we who came from back home are getting older and are dying and the second generation that was born here are the ones who are coming into the scene now and actually now we are witnessing the third generation of muslims as well we should ask ourselves did we establish a strong foundation for establishing muslim families that will protect the second generation and the third generation as well and the third generation of muslims and the third generation of muslims and the third generation how can we think تلمعه إلى الزواج به قالت يا أبت استعجره إن خير من استعجرت القوي الأمين أن تكون في هذه الصفتان القوي القادر على الكسب قوي عقلا ونفسيا وجسديا القوي والأمين والأمانة صنو التدير فهتان الصفتان المحمودتان في الرجل أن يكون قويا قادرا على تحمل الأعباء قادرا على اكتخاذ الكرارات السليمة قادرا على حماية أسرته من المخاطر وأن يكون ذا دين حتى يكون صاحب عشرة حسنة وصاحب خلق حسنة وأما المرأة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حالها فقال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يدك لا يعني هذا أن تتعمد أن تتزوج القبيحة من النساء أو الفقيرة من النساء كلا ولكن المعنى أن تكون الصفة الأساسية التي تبحث عنها في المرأة هي صفة الدين وليس أي صفة أخرى صفة الدين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المرأة إذا أطاعت زوجها وحفظت فرجها فقد ضمنت الجنة ودور الأم ودور اختيار الزوجة لأنها ستكون هي الأم هو الدور الأساسي في الهسرة فالأم الصالحة هي التي جاءت من بيت الأم فيه صالحة بعضكم من بعض هكذا طبيعة البشر وطبيعة الحاد الأم الصالحة هي التي جاءت من بيت الأم فيه صالحة وتصطح أن تكون قدوة لابنتها والأم الفاسلة غالبا يكون العكس التي جاءت من أم الأم فيه أيضا أيضا فاسلة استبع المتحدة في الجديد في المتحدة بشيئة الناس استبع المتحدة تحتاج أن تكون لديك وتعالى مرحلة لن تفعل الموضوع من المستخدمة من الماضي وكما تتحق في الجديد الجديد التي تستطيع أن تكون وكيف تريد أن تكون جديد a woman to be as well, it starts with finding the right made. For a woman, she is supposed to look for someone who has the quality of being de who is strong in his thinking, strong in his education, strong in his ability to distinguish between what is right and what is wrong strong in his ability to protect his family and to provide for them and at the same time the one who is honest the one who has the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala that is the good husband and that is what will make a good father for his children a good husband for his wife and a good father for his children and in the woman a man should look look for righteousness and being religious prophet says a woman could be married because she's beautiful or because she's rich or because she is from a good family or because she is religious make sure that you choose the one that is religious doesn't mean that you do not look for other qualities that's okay but make sure that the main thing that you look for in a woman is that she feels Allah subhanahu wa ta'ala that will make a good mother and that is usually is a woman or a girl who came from a house where the mother was good as Allah subhanahu wa ta'ala says you are from one another it's a chain the righteous are a chain and normally evil people are a chain evil people produce evil people and even mother will produce an evil girl and the righteous mother produces a righteous and a good and a good mother there is the foundation that we are supposed to establish our families on the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala the trust and the amanah that we are engaged in a process of building a family and that means that we should have a vision of how we want our family to be and how we want to make sure that in the future it will produce the good individuals that will be good members of society and good members of their um and that will be good members of Allah subhanahu wa ta'ala in the account of Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa sinn ca if you are seen an a walk that wadwud Allah so that you can't afford the car then how many people think مع بعض وجود يثابون عليه ولا يؤخمون عليه فإن كان هذا الوجود سببا في كسب الإثم فإن إنهاء هذه العلاقة بالطلاق يكون أفضل فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله إن كان عمل المرأة في البيت أن تنكد على زوجها وأن تغضبه فتغضب الله سبحانه وتعالى وتكسب بذلك الإثم وعمل الزوج أن يفتن زوجته فلا ينفق عليها أو يسيء إليها أو يضمها وبذلك إثم عظيم فمن فائد من بقاء هؤلاء مع بعض وكيف تسمى هذه أصلا أسرة وكيف تصبح مثل هذه الأسرة كيف تصبح لأن تكون حاطنة للأبناء الصالحين وللبنات الصالحة ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الرجل والمرأة بالعشرة وسماها بالصحبة يوم يفر المرأ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه سمى زوجته بصاحبته سماها كذلك لأن هذا هو الأصل في العلاقة الزوجية أن تكون علاقة مبنية على الصحبة مبنية على الاحترام مبنية على حسن العشرة مبنية على تقدير مبنية على المودة والرحمة كثير من الناس يسأل ما حقه زوجتي علي وما حقي على زوجتي اشرح لنا الحقوق الزوجية وغير ذلك يا أخوة لا يوجد شيء يسمى الحقوق الزوجية هذا الكلام ينفع عند القاضي حينما تختلف وتلهم بالقاضي لتحل المشكلة ماشي الآن اسألوا عن الحقوق لكن من يريد أن يحول علاقة إنسانية إلى علاقة قانونية هذا افساد للأسرة الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة هذا هو القانون الذي يجب أن تتأسس عليه الأسر المودة والرحمة ليس قانون هذا لي وهذا لا هذا ماي دومين وهذا يور دومين هذا ليس سواك هؤلاء يصبحوا أن يكونوا محامين في محكمة يتنابزون فيها ويتجادلون فيها لكن لا يصبح أن يكونوا في أسرة ومثل هذه البيئة ليست بيئة صالحة لإنتاج الأولاد وتربية الأولاد والبنات الأولاد والبنات يحبون أن يجدوا رحمة في بيوتهم أن يجدوا مودة أن يجدوا حبا بين الأبي والأم بين الزوج والزوجة أن يجدوا احتراما بين الأبناء والبنات ليس منا من لم يؤكر كبيرا هذه العلاقة بين الإخوة والأخوات التوفير الكبير ورحمة الصغير ولم يرحم صغيرا هكذا تكون الأسرة اسلام brothers and sisters is not concerned itself with establishing the family only but also it told us once this family is established you have to make sure that it has the right fuel to continue to function and that is what's more important the role of the parents is not only to find a mate for their son or for their daughter or husband and that's it no the role is also to support them in making sure that the relationship between them is the right relationship many parents unfortunately their interference is negative it's better that they do not interfere and involve themselves with the lives of their children the mother telling the daughter to do certain tricks and to do certain things so that the husband will not run away and the father telling his husband to hide his money from his wife because he doesn't want him to lose it and things like that this negative interference the relationship is supposed to be established not on a legal basis that this is mine and this is yours not on the basis that I am right and you are wrong it doesn't matter in the family who is right and who is wrong it's a family anyways what matters is that is their mawadda and rahmah that Allah subhanahu wa ta'ala has established between the husband and the wife if there is mawadda if there is love and there is mercy and every time the children look at their parents they find that they are in complete harmony then there is a functional family and that is the right relationship and that is the family that should continue but if the family is not a family that produces reward from Allah subhanahu wa ta'ala Allah calls it if you are afraid that both the husband and the wife by staying together they are not establishing the boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has laid out that is the purpose of marriage it is a relationship that should make you get more rewards more from Allah subhanahu wa ta'ala كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّ فِي بِضْعِ أَحَدُكُمْ لَأَكْرَ وَاللُقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فَمِ زَوْجَتِكَ صَدَقًا الزواج سبب من أجل كسب الأجر من Allah subhanahu wa ta'ala ومرأة كذلك في حُسْنِ تَبَعُولِهَا لِزَوْجِهَا وَطَاعَتِهُ يَتَعْبُدِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا وَتَتَكَرَّبِ إِلَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَطَعَالَا if that relationship incident producing حَسَنَات and reward and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala is producing sin imagine every time the husband and the wife are together they are gaining sin by being together he is putting her down, insulting her oppressing her, depriving her of her rights and she is disobeying him and arguing with him and just turning his life into hell why are these two people together? what is the purpose of being together? they are gaining sin by being together they are committing a crime a religious crime they are sinning against Allah subhanahu wa ta'ala is better for them to separate and each one of them to go his or her own way that is the meaning فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حِدُودَ اللَّهَ so Islam concerns itself with how to establish a family by choosing the right mate and then how to preserve that family and to make it a functional family and the family brothers and sisters is not a unit that is totally separated from the society it affects the society and it is affected by the society as well that is why there is a good environment there is a need for a good environment for our families and there comes the role of the community as a whole our community should be a community of families not a community of individuals who are scattered here and there but rather a community that contains families that strengthen each other وَتَوَاصَ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَ بِالصَّبْرِ as Allah subhanahu wa ta'ala says that your presence as a family should not be threatened by other members of the community on the contrary you should feel the strength and you should feel the support of your community and thus the importance of Islamic centers the importance of making your family a part of the Islamic center and the responsibility of the Islamic centers to wake up we need to forget to shed away this idea that we are a place where people come and pray and then go we are a community center it means we need to have programs for families counseling and preparing young people for marriage and solving problems of families and providing families with social support giving our women more involved in the work of the community and preparing the young female members of the community to become good and good future wives and mothers in the future الأمر لا ينتهي بإنشاء الأسرة الصالحة فقط بل لابد من إيجاد البيئة الصالحة أيضا البيئة الصالحة هي بقية الأسر المسلمة من حولك التي تشكل الجالية وللأسف هذا الجزء فيه تقصير عظيم هي تقصير من جانب إذهب إلى أي كنيسة تجد أول أو من أوائل اللجان الموجودة فيها للعمل لجنة الأسرة أول شيء لجنة الأسرة الاهتمام بالأسرة ومشاكل الأسرة وحل مشاكل الأسرة وتشجيع الناس على إنشاء الأسرة وعلى حل مشاكل الأسرة نحن ما زلنا نعيش في عقلية البلاد ما زلنا نظن إنه خلص دور الناس إنهم بس الأب يلاقي لابنه أو لابنته الزوجة أو الزوجة الصالحة ثم انتهى الأمر لابد من متابعة لابد من متابعة هذه الأسرة لابد من متابعة الأبناء بعد ذلك لأننا كما كلت في أرض مسبعة انظروا إلى الأخطار التي تحيط من المسلمين بأسرهم وبأبنائهم أخطار لا عاصمة منها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن على الأقل نحاول أخطار الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي أخطار الصحبة أخطار أبنائنا الذين نرسلهم إلى مدارس الكفار ولا ندري كيف يكمون بغسل الدماء لهم يوما بعد يوم وبناء العقلية الغربية يوما بعد يوم وأنا ظن أننا لمجرد أننا اشترينا لهم الكتب واشترينا لهم سيارة حينما بلغوا السادسة عشر أننا كنا بالواجه أننا أباء وأبناء صالحين لا والله أنت ترمي بابنك أو ابنتك إلى الضياع هذا ما تفعل خصوصا إذا لم تكن ممن يتابع أبنائه وبناته يوما بيوم ومن ينظر في من يصاحبون ومع من يتكلمون وغير ذلك فهم مشروع ضياع أنا قلت أننا انتقلنا من الجيد الأول إلى الجيد الثاني ولكنني المألم أكله لأنني لا أعب أن أحبط الناس ولكن للأسف هذا الانتقال لم يكن هو المتوقع خسرنا الكثير من أبنائنا لا تظنوا أن الخسارة أن يصبح أبنائنا مصارع أو يهود هذا خطف تقريبا غير موجود لا أظن أن من يعرف من الإسلام شيء يمكن أن يتنصر في يوم من الأياه إلا القليل الشاف ولكن أبنائنا ينشأ الآن علمانيين يتبنون وجهة الحضارة الغربية وجهة نظر الغربية ويتبنون الثقافة والفكر الغربيين فيصبحوا بمعزل عن أمتهم بل قد يصبحوا أعداء لأمتهم ويصبحوا من يهاجم تراث هذه الأمة ومن يهاجم حضارة هذه الأمة يكونوا معاول هدم الخطر الحقيقي وينظر إلى من يأتي إلى المساجد أين شبابنا وأين بناتنا يعيشون الحياة وكأنهم كبكية أهل هذه الملاد من النصارى أو من العلمانيين أو غيرهم هذا هو الخطر الحقيقي والذي لابد أن نتخذ افتجاهه إجراءات حقيقية لمنع المزيد من التدهور ولوقف هذه الخسارة هناك واجب على الأمهات هناك واجب على النساء أن يكون نشاطهم في المراكز الإسلامية أكثر أن يأتينا ببرامج كيف يحافظنا على بناتهم كيف يهيئنا بناتهم ليكوننا أمهات صالحات وعلى المسؤولين على الأباء كيف نوجد الخدمات المناسبة التي تحفظ الأبناء والتي تحفظ هذه الأسر هذه هي مسؤوليتنا كمسلمين إذا كنت نريد أن نتخذ أن نكون نبوسيجين إذا كنت نمتج أن نحن نستطيع أن نكون مسلمين وأن ننتظر تحفظنا أيضا لا نده quظن نتكلم أن نكون من رเสد عميزة ومع الم، أن نتكام أن نحن سؤال نحن سؤال بمعجزة ونحن نحن 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 نشيح كم نحن نصد كم دولت كم نحن نصف نحن 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 نطف ويستمره أننا نgins لنا الخطبة إلى حتى قريبنا ودعنا خلفك .. هذا ليس قلوبة مسلمة المسلمة كثير من الناسja وانتقل وقاله وقالوا اصلاحه وقالوا قبل المسلمين لهذا إخوة الإسلام لَمُدَّ أَنَّ اتَّكُوا إلاَهَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتَعَالَىٰ فَاتَّكُوا اللَّهُ وَحَاصُهُوا علَى أُسَرِكُمْ فإنها والله الحصن الحصين لكم حافظوا على أبنائكم حافظوا على بناتكم احموهم ما استطعتم من هذه المخاطر وعملوا على إيجاد البيئة الصالحة التي تحفظ عليهم دينهم وتحفظ عليهم هويتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله يرسلكم أيها بتقوى الله العظيم وطاعته وأنهاكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمه ونهيه لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك لغلى من العديد وعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديمة فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الترابة والصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المؤمنين والمبنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب والمجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أولي مورنا خيارنا ولا تولي مورنا شرارنا اللهم أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوافقوا إلى كل خير ومن أراد بهم غير ذلك فإنك به عليم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أردنا إلى دينك ردا جميلا ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والإصيان ربنا ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذما إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا بسلامة رددته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوان للمسلمين إلا أخذته وقصمته ولا أسيرا لهم إلا فككت أسره برحمتك يا رحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالتربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبري يعنكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يخبركم واستغفروا يغفر لكم واسألوه من فضه يعطيكم ونهكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم وتصنعه ترجمة نانسي قنقر